السلام عليكم حبيباتي سلام يا الزينات يا الغاليات في كويزين ساميرا دي زاد طلت عليكم فيديو جديد ان شاء الله يكون خفيف ضريف على قلوبكم وان شاء الله ينال اعجبكم واذا كان نعجبكم ما تنسوناش بجامل الفيديو ومقبل ما نشوفو كامل وش جبت لكم نسلو ونسلمو مع بعض على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واسكاء السلام رح نشارك معكم في هاد الفيديو روتيني ليوم امس يعني وش طيبت اليوم كامل الفطور العشال حويجة حلوة القهوات العشية وللي ممكن تكون وصفة لاستقبال مولد النبوي الشارف اهنا يا مباشرة يعني غير راح ولادين نود ديغاكتوما الشغلي اهنا كانوا عندي عرامة عمو معناد كي ما كنت جوفو ما غسلتهم شلافاي انا درتهم داخل اللافيسل يتغسلون لما عنكي نغسلون في اللافيسل هاكدا في النهار يعني في اللاجوني في الصباح نديلهم البرنامج تاع ساعة واما اذا كان درتهم في الليل نديلهم هاداك البرنامج ايكوناميك اللي فيه تقريبا تلت سوايع اه باسكو في النهار ديفوان نحتاجها دوكل مماعان وكامل لذلك ما نخليهاش طول بزاة اه في طوري خياتي كان عبارة على واحد الروز سهل وسريع روز اكس بخاس هنا في الكوكوت ديالي حطيت شوية زيت حطيت حبها بصل من توسطة في الحجم حطيت عليها شوية على الحم المرحي اللي ممكن تعوضه بجاج مرحي ولا جاج تاني يكون مقطع مربعات صغيرة حطيت عليها شوية ملح زوج سنينات كبار تاع التوم وحطيت تاني معهم حبة متوسطة في الحجم تاع طماطش هنا عندي تاني تشكيلة تاع خوضر فيها فلفل حلو حمر خضر حبة قرعة مقطع مكعابات وعندي حبة زرودية تاني مقطع مكعابات التوابل عدنا الفلفل لكحل عدنا رشة تاع الكمون عدنا هنا شوية تاع القصبر المرحي ماشي شوية شوية بزاف قصبر مرحي عندي تاني شوية زنجابيل وعدنا الكركم تاني نديروه منه شوية تحبوا تزيدوا اي توابل تحبوها ولا تنقصوا كيما تحبوا زيت مغرفة صغيرة مع مرات العكري لحلو وزيت معهم تاني شوية قرفة وتبقى التوابل اختيارية قليتهم تاني زيت معهم مغرفة صغيرة طماطش تاع الباطة طماطم مصبارة ونكمل نقلي كامل هاد المكونات مع بعض حتى يخدوا هادك البنة تاع التوابل لحوالي هاكذاك خمسة دقايق ومبعد هنا نمرقوهم بكمية قليلة تعمى سخون لانه الحم المرحي ميطولش في طيابو اهنا يزيت لهم زج وريقة التعرنض اذا كان عندكم زعيت لا تقدروا تاني تزيدوها وغلقت على الكوكوت مينوت لحوالي عشر دقائق اه وتكون يعني هاد لاصوس راهي واجدة هنايات وكان نحن نوجد الروز لاني رايحة نرافقوه مع هاد لاصوس خديت هنايات نجرة حطيت فيها شوية سمن احنزيد معها شوية تعزيت سمن يعطينا بنا هيلة للروز اه كنت خليت شوية بصل كي مشتو في في اللول كي كنت نقلي في هديك الخضر كانت عندي حبة بصل متوسطة مادرت هاش كامل خليت حوالي زج مغارف كبار منها ودرتهم هنايات اه هنا روز ديالي تاني اللي كنت شمختو في شوية تعمادها فيه ومبعدها قطرتو خصلتو ملح ملح نحيتو كامل هادك الناشا اللي فيه ارميتو مع هادك البصل اه درتلو الملح فلفل لكحال قصبر مرحي زنجابيل كوركم شوية تعالعكري بش يعطيني لون شباب تقريبا يعني نفس التوابل اللي درتها في اللاصوس هاديك تقدروا تزيدو تاني ديرو شوية توم بودرة ونكمل نقلي هاد الروز تاني هاكدا كامل ملح ملح هاكدا الروز به هاد طريقة راح يجينا بزافة بنين اهنايا بعد ما تقلى وتشرب كامل هاديك البنات على التوابل والحبة عن الروز تشبعت من هادك اللي دام اللي درتو اهنايا ننمرقو الى كان عندكم مرق الدجاج تقدروا تديرو هلا ما عندكم شديرو كما درت انا هاكدا غير بالماسخون عدنا لكل كيلة تعال روز عدنا زوج كيلة تعال ما يكون سخون اهنايا غير نشوفو تنجرة تعالنا رفضة الغلية نقصلها للنار كامل ونخلو هادك الروز يطيب يعني هادي اسهل واحسن وصفة تعال روز شوفو يعني سريع اكس بخاس ويجي مزربة حبة بحبة مايجيش معجن ويطيب في وقت قاسر هاولي كنارا هو طاب لاسوس تاعي تاني هايليك شوفو كيفاش تجي ما شاء الله تجي خطرة وغنية بالخضر طابق يشهي يوالم هاكدا في الوقت هاكدا تعال المدرسة وكامل نوجدوه الدراري مايخوش بزاف الوقت ايلا كان عندكم ولادكم مايحبوش الخضر اي خضرة مايحبوهاش تقدروا ترابيوها اه في سكرفاج ولا ترحيوها في الاشواغ ديالكم مايشريحها كامل تبا وهاكدا بهاد الطريقة يعني احنا تحايلو على وليداتنا لمايحبوش الخضر احنا وكلهم الخضر بلا مايفيقو طابق اه تعروس صحي غنية بالفيتامينات غنية يعني بالفيف بزاف تعال الفوائد وغاني بالخضر كيما كنت شوفو معايا ويجي بزاف بنين ويحمر حتى الوجه وبالنسبة للحم اذا كان ما عندكش الحمر حي كيما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالجاج اذا كان ما عندكمش الجاج تقدروا غير هادوك الخضر وحدها وكيب بعد ما الطيب كامل ترميو لها البطان تعزيت تاني راح يجيكم بزافة بنين اهنا يا غير كملت طيب تفطوري فتحت هاديك الاماشين كيما كنت شوفو لهم معنات تغسلو الله الله تفحفو شوفو هاديك الابغيانس يغطو هاكدا الماعن يجو تخنص باهم يعني كي يتغسلو داخل الاماشين نحي خرجو يبرقو ما شاء الله يشعلو الشعين يخرجو مع قمين ويخرجو ناشفين ضوكا ما بقى لي برك يعني نعاود نخبيهم نرجع كل حاجة لما كان ها هاكدا بيش نوجد الفطور لوليداتي يعني اه لماشين بزاف اخاوات ليسقصو عليها اسكم ليحة اسكم ليحة اسكم ليحة ولا صح تعاون يعني صراحة صح تعاون سيغطو يعني وحدة لي ما عندهاش معاونة كيما نقول وغريد وحدة عندك ضيوف عندك يعني تسلكك بزاف بزاف في شهر رمضان وينيكتروا الماعن مع الدوزين وطياب بزاف وكامل يعني راه يتعاون ما شاء الله واللي يعجبني فلا ماشين انه يعني كدت تحطي كامل الماعن ديالك فيها تم تمح تشوفي ليفيا ديالك هادك فراغ يعني راح تحسي بوحد الراحة وتحسيك شغل تم تملك يديتي هادو كل الماعن هنايا بعد ما فطر ولي داتي وتاني عاودة ولا ولا القرايتهم عاودة ولا ولا مسيد فحفحت الكوزينة غصلت كامل هادو كل الماعنات تعال الفطور هنايا درت ترغيوها اللابلاك ديالي هنايا تاني هنا يعني وين طيبك وتعرفوا المكان اللي ندوزنو فيه ونطيبو فيه تاني يتوسخ بزاف بزاف لذلك هكذا ما نخلو الشغل يتراكم علينا اللابلاك تعنا تاني نحادروا عليها غير يعني نكملو طيبنا من الاحسن نجوزو لها شيفونا هكذا يعني تم تم راهي رايحات تنقى وتخرج تشعل شعل ويا سلام على النظافة وعلى النقى سيغط الكوزينة كتكون قيال مع المغسولين كل حاجة في بلاستها هادك هي الراحة النفسية الكبيرة الكبيرة وهدك هو يعني الشي اللي ريحنا نحن نساف في الدار وفي الكوزينة ما ام بعد كي نحبو نطيبو اي حاجة الكوزينة يعني حتكون مفروزة ونطيبو بارياحية وبكل حب وبكل ناشط دو كاني حنشارك مهاكم موصفة واحدة اخرى تعوجبة العاشاء هنا ياخدت مقلة ديالي حاطت فيها شوية زبدة وحاطت شوية زيت حطيت هنا لي كويس تعالجاج عندي ربعة ناخدو على حسب بعد افراد العائلة انا حين تبلوهم دلت لهم شوية ملح فلفل لكحل عندي شوية تعزن جابيل وعدنا شوية تعالكركم راح نقليهم هاقدام مليح مع بعض فاديك الزيت والزبدة حتى ياخدو البنات على القلية هنا نقليوهم على نار قاوية قصبر كما ياخدونا هاديك التحميرة كي ما قلت لكم هنا مشي لازم ايطيبو غير نشوفوهم تحمروا نرميو عليهم حبة بصل صغيرة تكون بيان غابي وكبير تاعتهم تاني نكمل انقليهم هاقدام مع بعض مع هاداك البصل حتى ايدبال ومبعدا نمرق بكمية تعمى سخون من المرقوش بزاف لانو الجج كي ما تعرفو ما ياخدوش بزاف الوقت في طيابو هاقدام شوية بركتاع الماقس ما يطيبونا هامليك هنايا بعد ما طابو كي ما كتوفو معايا منحيوهم من هاديك المريقات ديالهم المريقات هادي نقدرون نحتفضو بيها نقدروا يعني نمرقو بيها نقدروا نرميو فيها شوية تعروزي طيب الداخل إلا كنا حبينا نرفقوهم مع هادا الافخاد تاع الدجاج هادوما دوكا ناخدو هادوك الافخاد نديزوسيهم نحولهم كامل هادوك الاعظم ولا اي حاجة يعني ما تنتكلش نحيوها نخلو غير برك هاداك الحم تاع الجاج هاقدام هات الطريقة هادي ومبعدا نرحيوه في اشواق والاعظم هادوك نحتفضو به باش نديرو بيها الافخاد تاع الدجاج ديالنا من جيهة واحد اخرى هنايا كنت غليت شوية تعبططة حوالي زوج حبات كبار تعبططة غليتهم في الماء والملح يعني عادي بعد ما طابوهوما سخوني نعبزوهم هاقدا يا ملح ملح يا إما بليك خاص بهم دوتا هادا كله بشوكة نزيد عليهم مباشرة هاداك الجاج دي كنت رحيتو في الاشواق نحاولو ما نرحيوهش يعني رقيق بزاف نخلي وهي جيباين شوية زيت عليه شوية تاع ما عدنوس حوالي مغرفة كبيرة تاع شابلوغ نزيدو الو رشة بركتاع الملح لانه كلش راه طايب بالملح ورشة تعفل فلكحل ونخلطوهم هاقدا مليح مليح مع بعض حتي ندامجو كل المكونات اللي درناها ودوكا نروحو نشكلو افخاد الدجاج الكاذيبة هنايا ناخدو كمية منها نحطو هاديك العظماء هاقدا بهالطريقة في الواسط نقدرو نزيدو الجبن سواء جبن ابيض قودا ولا شيدار ولا موزاريلا يعني الجبن يكون متوفرة عندكم وإلا كان ما عندكم ش ممكن تستغناءوا عليه ونشكلو هاقدا بهالطريقة الافخاد تاع الدجاج ديونا كما كنت شوفوا يجو هاقدا بهالشكل هادا نعطوهم لفغم بتاع الكويس هاديك يعني يجو ما شاء الله في الشكل الطريقة هادي نحين تحصلو على افخاد يعني الشكل والحجم ديالهم كبير ويحمروا الوجه ويجو بزاف بنان هاد الافخاد هادو نكمل انا هاقدا بهالطريقة حتى نكمل كامل انشكلهم وهادي كانت اخر واحدة دونك هنايا لليكن ما عندكم ش هادو ما ليكويس تقدرو تديرو هاد الوصفة هادي بصدر الدجاج وفيما كن ما تديرو هاداك العظم نديرو حبة بطاطا ليتكون مقطعة كما نديرو ليفخيت دوك هنروحو نديرو لابانيوخ تاع هاد الكويس هادو ما هنايا اول حاجة نرمدوهم في الفارينة ومبعد نرمدوهم في البيض لي نديرو له شوية ملح وشوية تاع فلفل لكحل ومبعدنا نرمدوهم في الآشاب لغ الذهاب تقدرو تعطلو الذهاب لغ الذهاب تقدرو تعطلو الحب لغ الذهاب لكم تقدرو مثلا دولها اعشة بعض ريها تقدرو دولها شوية تاعتوا بالل تحت تاوبي لحت تقدرو دولها شوية تاع الكريتاني باش كي تقليوهم اح يجب أن تكون لديهم تحميره بثاف شابه نكمل بطريقة هذه نرمدوهم كامل هنا باش من نرمدوش الحالة بثاف ليد اللي ترمد في البيض ماشي هي اللي ترمد في الاشابلوخ هكدا نخدمو بزوج يدين ونخدمو يعني غير بالعقل وهنا كنت خديت الفخيتوز ديالي اللي دت فيها كمية الزيت كي سخنت هنا قولت نقلي قبل شوية تعليف خيت ما نسبقوش في الكويس بسكو حيوسخونا الزيت هكدا باش اللي فخيتو وعنا يطيبونا شابين ما يطيبوش مرمدين بهاديك لاشابلوغ اللي يطيح في الزيت هامليك غلقت عليهم فديلة فخيتوز وطابو ماشاء الله يعني تمتم طابو واخدو تحميره قطرتهم هكدا ملح ملح بهديك الشبكة ومبات حطيتهم هكدا في الطابق التقديم ديالي كي ما كتشوفوا الفخيت يطابو ماشاء الله انا نحبحتك يتقلو باش ندير لهم الملح هكدا رح يجي عندهم البنات تعلي فخيت تع المطاعم يجو بزاف بنا احنا مباشرة موراها اقليت هادوك الليكويس كي ما راكوا تشوفوا معايا يعني هادو ما يحبو نار تكون قاوية على خطر كل شراهو طايب وتاني يحبو كمية ملحة على الزيت هكدا باش يطيبو الناب ياندوغي ياخدو تحميره من جميع الجوانب يعني لفخيتوز هادي رحمتني بزاف بزاف بالشبكة هادك ديالها ما نحرك ما نقلب موالو يعني كل حاجة فيها تطيب على ضربه وتاخد تحميره ما شاء الله وفي وقت قاسر جدا وكا نشوفوا طريقة تقديم تا هاد الكويس هنا عندكم يعني عدة طرق تحبو تقدموهم مع لابيوغي تحبو تقدموهم مع ليبات تحبو تقدموهم هكدا مع الروس كي ما ادرت هكدا تاني بهاد الطريقة تاني راح يجو بزاف شابين وشوفو الشكل و المندر ديالهم تاني شهي ما شاء الله اه اكا راح تفرحي بزاف دراري بهد الوصفة هدي اذا كان درتيها لهم و جيبنينة و كي ما يقولو جيزاك يا الله يبارك اه الكويس هادو ما جو كبار الله يبارك ما شاء الله يعني ستقيني تقدمو تخرجي كتر من ربعات تعليكويس انا كتوفو يعني الحجم ديالهم بزاف تقدمو تخرجي منهم يعني شحان من وحدات تعليكويس ننقسم لكم بركي فاشيجو دونك حيجو هيلين قرماشات تحميرا على برا والداخل طراوة مع هاداك الجبن يجي دايب بالداخل وش نقولكم من اروع ما يكن شاهدكم في الجناخياتي ان شاء الله تجربوهم وتستمتعو بهم وشاء الله تفرحوا بهم افراد العائلة ديالكم واذا كان اي وحدة عندها ضيوف يعني يرا كريحة تسلكي لو حكب هاد الوصفة هدي على خطر راح تجيبنينة تقدرو ترافقوها مع هادي كلاسوس اللي بقات تقدرو هادي كلاسوس ترميولها زيتون تختروها بشامبينيون كامل تاني راح يجيكم طابق بزاف ابنين هدي اخيتي الفخيتوز اللي قليت فيها بزاف اخاوات رام يحوسوا عليهم في كل مرة يعني يطلبوا مني هاد الفخيتوز اللي يجو بالزيت دونك هايليك راحي متوفرة من عند لاباش شيف كويزين ديزاد الي كنتوا حابين تطلبوها ارقام الهاتف راح يجوزو هنا امامكم بالنسبة للسعر ديالها خياتي دارت مليون وميتين وتسعين الف وتوصيل راحو مجاني لكامل ولايات الوطن وينما كنتوا راي رايحة توصلكم حتى باب المنزل اهنا نوريت لكم كل حاجة لبنات كي ما كنت شوفو دونك لانبالاش تحت جيبيا انبالي الله يبارك دونك متخافوش وينما كنتوا راي رايحة توصلكم في امان هادي الاطار ديالها هاداك من مادة الاينوكس نوعية جيدة اه لي بيتا وحا عندها كشور واحد جوان باش يعني ما تتحركش فوق البلوندوت خافاي اه هادي لاك يفتحها هاي لك هنا اه تاني ما شاء الله كبيرة في الحجم ديالها وهاكدا يعني سيختو الحلواجيات وكامل اللي عندهم لي كوموند مثلا يقليو المقروط يقليو القريوش ولا اي حاجة مقلية راي رايحة تسلك بالافراد العائلة بزاف في الصيف تاني كتتلم العائلة وكامل يعني هاي لبخاتك بالبزاف وحاجة مني حي يعني مناشا حين مرمدو لابلاك ديالنا بالقليان وكامل وسيختوكو عندها الاخطات دونك ماشا حتخرج لنا هاداك الاشياط والقليان في الكوزينة ديالنا الغيطة هادا يخلي الحاجة طيب ما شاء الله وطيب في وقت قاسر بلوس كي ماشتو راه فيه فيلتر وفي هاداك زجاجة لي باش نشوفو كيفاش الحاجة تعنا راه يطيب اهنا هادا الجيهة وين كي نتغموستها تع دراجة الحرارة فيها حتى ال 190 دراجة مئوية والجيهة التانية راهي عبارة على مينوتري في هالوقت حتى ال 30 دقيقة بيانسور كي خلاص الوقت نقدرو نزيدو دونك فيها هاداك الباني الكبير كي ماشتو اللي قليت فيه البطاطا وفيها هاداك الباني صغار هنا مثلا اذا كنتو حابين تقلي وزوج حاجة مختلفة تقدرو كل حاجة تديروها في البانية ديالها واحد دالا فخيتوز ما شاء الله عملية الله يبارك كي ما كنت شوفو هامليك هاداك هاداك الباني كيفاش وهادوك الباني يتعلقو باش الحاجة تقطر مليح 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 من الزيت ديالها يعني حاجة الله يبارك ما شاء الله كي ما يقولو فيها كلش واش نحتاجو هادي واحد لا كيف تاني صغيرة شوية هادي مثلا كنكملو القليان ديالنا كامل نخبيو فيها هاديك الزيت اللي بقات لنا وهي عندها لغطة تحا هاكدا الزيت تاعنا نصفيوها وتبقالنا بخبخ عندها هاد لا غري ولا هاد الشبكة تاني اللي نقدرو نحطوها هاكدا منها يمكن نصفيو الزيت تاعنا ومنها تاني اذا كنقلينا اي حاجة نقدرو نحطوها فوقها باش تقدرنا الخيت تحا تاني تخبا كي ما شتو يعني واحد لا فخيتوز ما شاء الله لونك اي واحدة حبت ايد فخيتوز هاكدا تاع الزيت وحبت تهنمت مرميدة على القليان وكامل فوق لا بلا اقتحا ولا فوق لا كويزينيا اقتحا يعني هادي راهي ما شاء الله عملية بالبزاف تقلي يعني وتمت تحميرها روعة وتاني تقلي في وقت قاسر ما شاء الله اهنا تاني كنت درت شوية مقروط باش نوجدو لصهرة المولد النبوي الشارف ان شاء الله يا رب عواشركم مبروكة ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة اه يا رب هنا ما وردت لكم شاني طريقة تاع المقروط لانه درناه مع بعض عدة مرات وليما شافوش الوصفة رايحا نخلي لكم مرابط تاع الوصفة في صندوق الوصفة تاع المقروط يعني الوصفة الينا رايحا نخليها لكم تقدروا تشكلها على شكل مقيرط ولا تشكلها على شكل مقروط كما تقدروا تديروه باللوس تقدروا تديروه بالكوكا وتقدروا تديروه بالغرس الوصفة هادي خياتي رايحي ناجحة مليار في المئة الوصفة هادي يعني اي وحدة مبتدئة عمرها ما دارت مقروط ولا عمرها ما منجح لهاش المقروط الوصفة هادي رايحا تنجح لك وعمره ما المقروط رايح يتحل في القليل الوصفة هادي يعني نحبها بزاف لا خاطر وعلاش غير يعني نوجده المقروط دينا ما يحتاج انه يعني نبسوا هاداك سميد ونقعدوا نسي نويبة ليلة كاملة يعني تبسي سميد تاعك منا توجده منا وتقليه منا والنتيجة من اروع ما يكم وانا كنت شوفوا المقروط تاعي كيفاش طيبت يعني ولا كيفاش قليت كمية كبيرة الله يبارك في هاداك البانيي وانا كيفاش خدا التحميره ما شاء الله بلا ما نقعد نحرك فيه ونقلب فيه يعني من كامل الجواني باش يتحمر لي دونك ماهوش رايح كامل اي تاعبنا كي ما قوت لكم بسيختولي عندهم هاكدا الحلواجيات اللي عندهم لي كوموند هاكدا بزاف تاع مقروط تاع غريوش او اي حاجة نقلوها لا في خيطوز هادي رايحها اتسلك بزاف بزاف يما راكو تشوفوا معايا خرج واحد المقروط اكسب خاس يعني تاع سنك سنك خرج اي شاهي خرج ما شاء الله لا من ناحية التحميرات تاعه ولا من ناحية الشكل دياله جاء يهبل هاد المقروط هادا عشاق المقروط نقولكم شاهدكم اه في الجنة اه دونك ما تنسوش هنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وهو ليك هنا في طبق التقديم اه سلطان الميدان مع السلم ربع الله الله فوق هاداك صحن التقديم يجي اي شاهي والم تاني للصهارات هاكدا الابنات اللي عندهم مهيبة يجيبو لهم المهيبة وكامل اه دونك فكرة هاي لا تقدروا تديروهم عالاتاي وتاني باش نقترح عليكم هاد الفكرة التانية تعلي دات فوقي تحمرو بيهم وجهكم اه تاني اذا كان عندكم ضيوف ولا درتو عرضة ولا يعني تقدموهم الضيوف ديالكم في الصهرات تعلي المولد النبوي الشاري هادلي دات فوقي كما كنت شوفو وراهي تشكيله متنوعه اه جاتني من عند لاباج انستاغرام اه نوغا تونيزيان اح نخليلكم لوليان تعلا لاباج عفوا في صندوق الوصف ورقم الهاتف تحتاني راهيجوز هنا امامكم الى كنتو حبين تطلبوهم يعني كنت شوفو في المنظر تحهم يشهي بهادوك المكسيرات يعني يقول هاي يعطيك صحة نوغا تونيزيان يعني ابدعتي في هادليدات اه جو يهبلو في المنظر رضيالهم وعجبتني بزاف العلبة تحهم يعني تتوالم مع هاد المناسبات المولد النبوي الشارف ومليحة تاني فكرة هاي الى كنا حبين نهديوها مثلا كيما قلت لكم الابنات اللي حيجيبو لهم المهيبات في هاد المناسبة هادي تقدري مثلا ترجعها هاكدا بباطا شابه الناس دارك كيما تقدرو تستقبلوهم بهادليدات فوقي هادوما ها منيك دونك كاين اللي دارت لهم بالشوكولا كايني ما دارت لهمش غلاساشتاع الشوكولا حشيتهم برق بلابات داماند ها دارت لهم الفوق الموكسيرات يعني الموكسيرات كتشوفوا الله يبارك ماشاء الله اللوز البستاش الجوز هانا تاني كايني دارت لهم هاكدا شوفوا الشوكولا بيضا غلاساشتاع شوكولا بلانت يعني بالبستاش ملفوق خرجوا بزاف شابين ونوكا تونيزيا ما ديش برك هاد اللي دات فوغي دار كامل انواع تعل الحلويات دار تاني ليس عليه يعني راي مختصة في مجال الحلويات اني خليت لكم خياتي رقم الهاتف من اجل الاستفسار هنا راني دقت حبة من هادا كتمر جاي شهي لا فخص هادي كترية بنا يعني من اروع ما يكن كانت هادي هيالا فيديو تاع النهار اليوم شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معايا نشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة